سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية عمل حدود Borders وإضافة التضليل Shading إلى الخلايا. وفي هذا المثال، نريد عمل حدود أو إطار حول الجدول الذي يحتوي على مجموعة الخلايا التي تعبر عن أسماء الشهور والفواتير. فنختار الخلايا التي نريدها، ونضغط على السهم الجانبي في الرمز Borders في شريط أدوات التنسيق Formatting Toolbar. فتظهر قائمة بأنواع الحدود التي يمكننا إضافتها للخلايا المختارة. فنختار الإطار الخارجي. فيقوم البرنامج بإضافة هذا الإطار إلى مجموعة الخلايا المختارة. وإذا أردنا رسم خطوط بين حدود خلايا الجدول لتحديد هذه الخلايا، نضغط على المفاتيح Ctrl و 1 من لوحة المفاتيح، ثم نختار لوحة المتغيرات Border. ومن الجزء Line Style، نختار سمك وأسلوب الخط الذي نريده. ومن القائمة Color، نختار اللون الذي نريده لرسم الخط. ومن الجزء Presets، نقوم باختيار الحدود التي نريد تطبيق الإعدادات المختارة عليها. ومن الجزء Border، نختار الخط الذي نريد إضافته أو حذفه من الإطار. ثم نضغط OK، فيقوم البرنامج بتحديد الخلايا، وفقاً للإعدادات التي قمنا بعملها. والآن سنقوم بتضليل الخلايا الخاصة بأسماء الأشهر بلون مميز عن باقي خلايا الجدول. فنقوم باختيار الخلايا التي تحتوي على أسماء الشهور. ثم نضغط على الرمز Fill Color من شريط أدوات التنسيق Formatting. وكما نرى أن اللون الافتراضي للبرنامج هو اللون الأصفر. وإذا أردنا تغيير هذا اللون، نضغط على السهم الجانبي للقائمة Fill Color. فتظهر قائمة الألوان. فنختار اللون الذي نريده، وليكن اللون الرمادي الفاتح. فيتم تغيير لون الخلايا المختارة كما نرى. وإذا أردنا تضليل الخلايا التي تحتوي على النتائج، نختار الخلايا التي نريدها، ثم نضغط على المفاتيح Ctrl و 1 من لوحة المفاتيح. ونختار لوحة المتغيرات Patterns. ومن الجزء Fill Shading Color، نختار اللون الذي نريده. وإذا أردنا تطبيق نموذج ملء معين على الخلايا المختارة، نفتح القائمة Pattern، ونختار النموذج الذي نريده. ثم نفتحها مرة أخرى، ونختار اللون الذي نريده لخطوط النموذج. ثم نضغط OK. فيقوم البرنامج بتضليل الخلايا التي تحتوي على النتائج بنموذج الملء الذي تم اختياره. ترجمة نانسي قنقر